أعلن المتحدث العسكري أن عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية نفدت تدريبا جويا مشتركا بمشاركة عدد من طائرات متعددة المهام طراز ميراج 2000 وF-16 ورفال وقال المتحدث العسكري أن التدريب تضمن قيام الجنب المصري والفرنسي بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو وذلك باستراك طائرة التموين في الجو الفرنسية طراز MRTT مضيفا أن تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز تعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وتعرف على أحداث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية